النهاردة العالم كله بيحتفل باليوم العالمي الإذاعة والحقيقي ما فيش حد فينا مش هنلاقيه عنده برنامج مفضل أو مرتبط بمحطة إذاعية ابتهال أغنية في الراديو حاجات كده بنسمحها بنرجع معاها لذكريات كتير أعتقد أن القصة ما بقتش بس ذكريات إحنا بنعمل ذكريات جديدة مش بس الفكرة كلها قائمة على أن إحنا بنرجع لورا وبس الوقت فيه إحنا شايفين إقبال كبير جدا من الشباب ومن الصغار على أنهم يسمعوا إذاعة خصوصا طبعا مع المحطات النجحة زي راديو تسعين تسعين واللي انطلقت مع بداية السنة دي بقى بخريطة برامجية كبيرة ومحتوى متميز وروح شبابية مختلفة تماما وكل تأكيد وأنت تتكلمي كمان عن الراديو تسعين تسعين منذ انطلاقه يعني خلينا نقول كده أنه هو إيه محطة إذاعية ولدت كبير يعني هي بدأت هذه المحطة الإذاعية بالمناسبة فأواخر 2012 انطلقت فيها محتوى متنوع من البداية فيها قطاع أخبار مصغر كده معاك على رأس كل ساعة بمواجيز ببرامج جديدة والبرامج بتتطور بالمناسبة سنة بعد سنة والنتيجة نحن شايفين جمهور عريض جدا بيتابع هذه الإذاعية طبعا من خلال العربيات زي ما احنا قلنا ما كنا نتكلم في البداية نحن قادمين في العربية على طول مشغالين الراديو وفي نفس الوقت كمان على السوشيال ميديا عن اليوم العلامي للإذاعية خلونا نتكلم مع الإعلامي والصديق والزميل العزيز يا أستاذ عبد الفتاح مصطفى رئيس التنفيذي لراديو 9090 اللي منورنا يا أستاذ عبد الفتاح صباح الفل صباح خير رزاكي محمد عمل ايه يا أهلم ديكم منورنا وكل سنة وانت طيب وانت طيب وانت طيبين ويوم سعيد علينا جميعا طبعا يوم العالمي طبعا يا رب طبعا خلينا طبعا قبل ما نتكلم بقى عن مشوارك الإذاعي والجديد في راديو 9090 اللي بيقدموا كل سنة سنة عن سنة طبعا في تطور مستمر نتكلم بقى عن سؤال حلقتنا سؤال حلقتنا بيقول ايه أشهر برنامج إذاعي انت كنت مرتبط بيه زمان وما زلت متذكره وايه الزكرة اللي معا لا يعني احنا نقدر نقول ان الإذاعي المصرية منذ انتلقها في 31 مايو سنة 1934 وانتلقت بقى 4 محطات إذاعية نقدر نقول ان الإذاعي المصرية كان فيه برامج يعني طلعت أجيات يعني اللي نقول هي طلعت أجيات يعني أفتكر كلمتين وبس أستاذ فهد المهندس إلى ربات البيوت طبعا أستاذ صفية المهندس فيه كمان لغتانا الجميلة الأستاذ فرق شوشة فيه كمان فيه من تاني كمان يعني فيه يعني غير كمان يعني الأستاذ كمان صالح مهران رحمة الله عليه الأستاذ مهر مصطفى رحمة الله عليه يعني طلعت أجيال كتيرة البرامج مختلفة زمان عند الوقت يعني طبعا أنا كل البرامج دي أنا اسمعتها حتى أنا كمان من نوع كمان اللي بحب أسمع كمان إزاعات كمان عربية كتير أنا لازم أكون مواكب طبعا ضروري موضوع الإزاعات وموضوع كمان البرامج هناك والمواضيع البرامج اختلفت زمان عند الوقتي بمعنى إيه زمان كان البرنامج عشر دي ربع ساعة تلت ساعة دلوقتي هتلاقي البرنامج مدده ساعة أو مدده ساعتين أو فيتشير اختلف عن زمان البرامج زمان كان بيقعد بالتلاتين سنة دلوقتي أكبر برنامج هيقعد قد إيه عشر سنين حداشر سنة من قوته جماله لسه بدأحسب بالسنة مش بالسيزن لا 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 أنا بقولك فيه برامج دلوقتي مثلا بتقعد عشر سنين ده أكبرها قوي يعني لكن بعد ممرور العشر سنين ديت عايز لازم الموزيع يتور من نفسه لازم يذاكر لازم تغيره البرودكشن بتاعه مزجت حتى التتر اللي هو البرومو بتاعه لازم يتغير لازم يختلف زمان احنا كنا بنقعد نذاكر على يعني مثلا ما كنت أسمع الإساع وقعد أسمع البرامج ديت فممكن أذكر عليها دلوقتي مثلا أخوك ابنك بنتك أي حد استحالها يقعد يسمع البرامج ديت ويقعد يذاكر فأعيز يسمع حاجة سريعة لينك سريع يسمع معلومة يطلع بأغنية وهو بيذاكر احنا كنا زمان كنا بنقعد نذاكر لكن أنا دلوقتي مثلا اللي سائل العربية دلوقتي اللي سائل العربية دلوقتي هو لازم بيجي بيختار مثلا برنامج معين عايز يسمع معلومة عايز يسمع خبر سريع فيتشر سريع يسمع أغنية حلوة لإني المستمع لما سائل العربية هو ده اختياره لما بيجي يختار الإزاعة ده اختياره يعني فيه ناس دلوقتي مثلا أنتم عاملة بلاي لست مثلا أنتم حلطها في قلب العربية وكتسمحها لكن لما بيجي يجيب الإزاعة ده اختياره فأنا لازم أحافظ على اختياره ده أكيد طيب زي ما بنقول كده احنا في برامج كنا بنسمحها وبنحبها عملت ده ازاي بقى عندك في الإزاعة بأن انت مش هنقولك بتعيد إنتاجها أو بتعيد تقدمها أو كده لكن الروح بتاع الحاجات المفضلة عندك عملتها بالإزاعة وفي نفس الوقت الخدمة الإخبارية على رسالساعة دي دي كانت حاجة متميزة جدا ومهمة جدا فرقة قوي مع مستمع الراديو وهو في العربية باسمع مزيكة وبتابع الرياضة وفي الآخر باسمع الأكبار يعني لا يعني هو الخدمة الإخبارية طبعا الحمد لله بنقدمها على الرساعة وحتى كمان أي خبر عاجل احنا لازم نقدمه غير كمان اللي احنا كمان عندنا كمان بعض البرامج إخبارية يعني عندنا المنفستو للسوز أحمد الطهري عندنا رسالة طوالة للسوز أحمد الخطيب عندنا الدكتورة نائلة عمارة ماذا ولل ماذا عندنا آخر في برنامج توك شو اسمه آخر اليوم ده بقدمه كل مزيعين للأخبار بيكلم عن ملخص ما ده رف اليوم عندنا كمان حتى كمان في البرامج حتى كمان المورنج أو درايف هتلاقي فيهم الخدمة الإخبارية مثلا لو فيه خبر مثلا عاجل مثلا المزيع برضو اللي على الهوى برضو بيقوله لكن هي زمان هو برضو البرامج كمان الترفيهية إحنا الإزاعة أساسا هي يعني نقدر رقول اللي هي في خلال العشرين سنة أخيرة بس هو تم تطوير الإزاعة يعني التطوير بتاع الإزاعة بدأ من عشرين سنة بس ما بدأش من قبل كده ما بدأش في التسعنات ده بدأ من الألفنات تطوير الإزاعة فإحنا إزاعتنا كمان إنترتيمنت يعني هي إزاعة ترفيهية ما قصوتة خفيفة خفيفة فالمزيع إحنا لما جينا عمالنا الخريطة اللي سؤال حضراتك بقى بالنسبة للخريط عمالنا الخريطة الجديدة إحنا طلعنا أكبر خريطة نقدر أولف على مستوى الإزاعات في مصر كلها أكثر من 38 برنامج يعني 38 برنامج إحنا الجريد بتاعتنا بقى فيها يعني كل نقدر نقول البرامج المختلفة كلها طلعين برامج جديدة زي مثلاً AI بالعربي دوت عن الزكاء الاصطناعي ده مش موجود في أي إزاع إيجيبتولوجي حاجة عن علم المصريات تقدمه زمانيتنا بسانت بكر فيه كمان مذيقة الأندر جراوند احنا لقينا فيه شباب مهتمية بمذيقة الأندر جراوند يعني إحنا بنسمع أنا طبعاً عمري دياب بنسمع أنغام أمل ماء إحنا مهتمين والشباب اللي هو اهurry وهو إحنا هان ي Acts وهو عشان المحطة برنامج مختص بأندر جراوند عشان المحطة تقريباً كل الموزقين اللي فيها اللي بيقدموا هذا المحتوى الانترتينمت كلهم شباب ففاهمين كويس قوي الشباب عايز إيه تمام فمحتوى المحطة عندها 12 سنة عمرها 12 سنة وبتنافس محطات كبيرة طبعا المنافسة مطلوبة بالمحطات الإزعائية المصرية فده أعتقد جزء مهم أن يكون فيه تطوير مستمر من جانب المحطة للمحتوى اللي بتقدمه عشان يواكب الجمهور دي حقيقة إحنا أما حاجة عندنا كل سنة بنعمل حاجة اسمها الروتيشا هو إيه فكرة الروتيشا لليه الموزيع بيتغير يعني مثلا تلاقي الصبح تلاقيه بعد الظهر تلاقي الصبح مثلا فادي إبراهيم يعني بيختلف يعني هو أصلا فكرة الروتيشا أو التدوير ديت عشان للمستمع وللموزيع الموزيع عشان يذاكر ويتطور من نفسه برنامج تاني طبعا وعشان يجيب نسبة استماع من مستمعين آخرين بتوع أو بتوع الصبح يعني مثلا الشيء اللي كانوا بيسمعون الصبح مثلا الشيء اللي مثلا بيسمعني مثلا أستاذ محمد مثلا بيسمعني الصبح مثلا أنا جيت بعد الظهر فممكن الأستاذ مانا بتسمع من نوع اللي بتفتح الراديو بعد الضهر فتم سمعان أنا واحد جديد بالنسبة لها موزيع جديد حلو كده فعشان المستمع كامل ما يملش ولا الموزيع يمل من البرنامج اللي بيقدمه ولا بمتابعين شازلي فحلوح وراف معادو علشان مجازة هو ده أساسا فكرة الروتيشان يعني هو ده أساسا ليه بنعمل رتيشان دايما في الموزيعين وفي البرامج يعني لإني في النهاية سوى مش ملكي يعني اللي أنا أقعد مثلا أقدم مثلا البرنامج دوت مثلا في الفترة ديت أو في الطايم دوت على طول ما أنا لازم أجيب مستمع جديد ولازم أذاكر ولازم أطور بالنفس بس ده تطوير إحنا كنا نتعاودين إن موعيد البرامج بمزعين البرامج سابتة ما بتتغيرش إحنا بنروح ونيجي على المحطة بنغير وهو ده التطوير اللي احنا نتكلم فيه وغير كلا وكلا كمان دلوقتي ما فيش حاجة اسمها كمان يعني يعني هو الناس كلها متعودة طبعا المورنينج والدرايف يعني الناس راح الشغل الناس راجع من الشغل دلوقتي خلاص بات يعني أنت دلوقتي بتمزل دلوقتي دينا زحمة وغلصة 10 و 11 بالليل فإحنا لما جينا خدنا حتى موضوع الدرايف إحنا ابتدينا حتى من الساعة 3 مش من الساعة 4 زي كل إزعاد فإحنا قلنا نبدأ نتكلم الناس الناس بترجع من شغلها عندك الناس بترجع ساعة 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 خدنا من 3 إلى 9 قلنا ناخد دي التايم دا نعمله درايف كان الأول بيتعامل من 4 إلى 6 بيتعامل مسلا من 5 إلى 7 نحن سبقنا شوية نحن سبقنا شوية طيب لما نتكلم عن الأخبار في المحطة ومن الأخبار المميزة ونتعرف أننا بحب العمل الإخباري جدا المواجيز على رأس كل ساعة بالنسبة للنشرات طريقة الصياغة نفسها مختلفة في الراديو 9090 عن بالي زعتنا لحقيقة إحنا بنبدأ بالجملة الإسمائية وليس الجملة الفعالية أي خبر عقدة طبعا ده اللي احنا تعلمناه آه لكن عالطول مثلا بنبدأ مثلا الأستاذ محمد الشازلي يعني السيد محمد الشازلي كذا كذا إحنا بنبدأ بالجملة الإسمائية زي الموجز في الديها الأولى إحنا ديها الأولى بتاعتنا إحنا كده مدتها زي العناوين زي العناوين حاجة سهلة بنديها للمسامع بنديله زي الخلاصة بتاعت الخبر مش عقد أشرح في الخبر كتير ده غير كمان اللي احنا كمان طبعا مع البيد والإنترو بتاعنا والموزيع بتاعنا بقى بيقولها بطريقة تسعين تسعين وليس بأي طريقة تانية احنا لدينا طريقة كده في تسعين تسعين في راية الخبر حتى لو نضم لدينا واحد جديد بيخش جوه المجموعة أو بيتعلم الطريقة دا اللي هو الخبر يتقلب بالطريقة السريعة اللي هي توصل للمستمع التحرير بتاعه بيكتب برضو سطرين ثلاثة ما بيزيتش الخبر عن يعني أكبر خبر أربعة تسطر هم إقاع ثالية مثلا بقى إيديال أودت سبعة تمن أخبار لو مجبش تلاتين ثانية الخبر ما يخدش تلاتين ثانية فهي مختلف عن أي إزعاء أي إزعاء هي بتبدأ بالجملة الفعلية احنا نبدأ بالجملة الإسمية لو حضرين وقت التغطيات باستمرار وده طبع بنغطي ونواكب كمان كل الأحداث الجارية والتغطيات كلها المهمة طبعا احنا لازم طبعا بنبقى نغطيها طبعا ونختم اليوم بآخر النهار اسمه آخر النهار البرنامج اللي في آخر اليوم آخر اليوم الميزة اللي فيه إن أنا بجيب لبقى ملخص يعني أنا ما تبعتش طول النهار مثلا في راديو ستين سعين ما شفتش إيه اللي حصل كنت في الشغل وكنت مشغول أو أباجي بالليل مثلا متفرج عليه ده ملخص الحدوطة اللي حصل طول اليوم دي حقيقة دي حقيقة ومنت عارف إيه اللي بيدور طول اليوم كله من أحداث نشاط الرئاسة نشاط مجلس الوزراء نشاط الوزراء آآ الكورة الرياضة أي يعني بص كل الأخبار اللي دهرت طول اليوم مثلها دايما في برنامج آخر اليوم ده يعتبر زي توك شو كده خبري وعندنا النشرات المتخصصة وزي حاجة جديدة ونشرات طبعا متخصصة بقول لحضرك حنا بنبدأ بالجملة الإسمية ما أنا فهمت سؤال زي مرنا طبعا نصيص محمد أول بيقول لك يعني أنتوا عندكم متويزين في حاجة فهو أنا قطروا إحنا متويزين لإحنا بنبدأ بالجملة الإسمية وليس الجملة الفعلية أكنها زي مواجيز فتلاقي الخبر عندنا سريع لوحده طيب مجهزين إيه الرمضان لازم مجهزين خلاص مفيش وقت أصلا يعني لازم خلاص الخريطة البرمجية بتاعت رمضان تكونوا اتجهزت ومستعدين ده عشرين يوم إحنا خلصناه من أول إزوع من يناير كمان طيب قولينا مجهزين إيه بقى يعني إحنا الحمد لله يعني معنا طبعا الأستاذة إسعاد يونس عظيم في رمضان إن شاء الله بتقدم حاجة إسمها معاد مع إسعاد هو زي سكتش درامي كده وهي بتعلق علي الأول مرة برده خبر حصري عندك برده عشازلي يلا بينا عندنا الأول مرة كمان في الإزعاد الفنان أحمد العواطي عظيم يقدم مسلسله الأستاذة مي كساب ومعنا كمان مسلسل تاريك كمان زمننا محمد نشأة والفنان أويزو عندنا ثلاث أعمال درامية السنة دي يعني دي نشأة فنان غير كمان بنعمل فنزولة حلوة أوي يعني بنرجع تاني عصر الفوزير كويس أوي ده آه عصر الفوزير ده لإني لقينا الإزعاد يعني بقنا بتاع يعني آخر حاجة إحنا كنا عملينا مثلا للفنان الكبير سمين غانم رحمة الله عليه فطوطة فرجعنا تاني عصر الفوزير كده نعمل فوزورة جدي اسمها يعرف مين هتقدمها زملتنا فاطمة مصطفى وإيه اللي حيكمل معنا من الخريطة اللي فاتت اللي مكمل معنا بقى من الخريطة اللي فاتت فيه كلم ربنا جزعمال الخطيب فيه منقصرات لاميس الدكتورة لاميس جابر فيه كمان حلوة نك اللي أنا بقدمه الحمد لله يعني طبعا أنا متبعين متبعين طبعا المنشد الكبير بتاعنا طبعا محمد الشازلي عندنا كمان من السنة اللي فاتت غير كمان نحن نطلعين برامج جديدة يعني نحن نطلعين برامج جديدة في رمضان يعني إن شاء الله بإذن الله فيه رمضان كريم وزيادة الدكتور محمد رفعت برضو بيقدمه ده ومكمل معنا لكن فيه برامج جديدة مثلا بشاشة المصطفى لشيخ خسامة الأزهري عليه الصلاة والسلام فيه مع آيات الله برامج دينية زملتنا مي ومهة مي إيهاب ومهة مصطفى فيه كمان عندما يحكي شهريار زملنا رامي الحلواني عارفين أنتوا ايه؟ شهرازات هاي اللي دائم كان بتحكي أنا بحيب بس مع رامي حنيعمل دروقتي شهريار هو اللي بيحكي مزيح في برامج صباحي منافس بس أنا بحاجة يسمعه جدا في الراديو على فكرة لعندنا شواء برامج جديدة ومختلفة عن السنة اللي فاتت واللي قبلها كمان يعني يعني مختلفة خالص بنشوف ردود فعل الناس على الإزاعي على السوشيال ميديا طبعا في الحسبان طبعا عشان لو في حد مثلا لقينا في قطاع عريض مثلا بيسأل عن برنامج معين مثلا انا كلم عن السوشيال ميديا سوشيال ميديا الحمد لله تسعين سعين من أقوى السوشيال ميديا في مصر الحمد لله يعرف او من أكبر كمان الوسائل العالمية في الراديوهات كسوشيال ميديا احنا بحققين واخدين الدرع الفضي بالنسبة للقناة اليوتيوب وهناخد الدرع الزهبي كلها شهر أو شهرين عشان تبقى عارف بس مبروك مقدمة الله يبارك فيك السوشال ميديا احنا تعتبر يعني هو جزء كبير جدا يعني حاجة بنهتم بيها الديجتال عموما يعني مش السوشال ميديا الديجتال عموما لان الديجتال دلوقتي احنا بنواكب العصر يعني احنا قدمنا برامج حتى من اوائل الناس اللي قدمت برامج على الديجتال الكلام ده كان في شهر فبراير اللي فات برامج مختلفة للمزعين غير برامج الهواء وطبعا احنا عملناها ديت على اساس ان احنا يعني انت معروف جدا موزيع التلفزيون بتشاف التلفزيون حتى لو عمل برنامج ديجتال حتى احنا قلنا احنا مختلفين الموزيع الازعاء مش معروف فموزيع الازعاء لو عمل برنامج ديجتال الناس يعني هاجيب فيوز يعني انت فهمت قصدي هاجيب مشاهدات فبنتابع طبعا على السوشيال ميديا طبعا كل ملاحظات وتعليقات طبعا المستمعين كلهم وبنحاول كمان نلبي كمان رغباتهم كمان غير كمان اللي احنا كمان يعني هما بتبقى التسعين في المئة من رغباتهم اللي هي مثلا ايه عايز يسمع اغناية جديدة برضو يعني من اغاني جديدة احنا عندنا اغاني مكتبة مستطيف على الرغم ان الاغاني موجودة على اليوتيوب اي حد دلوقتي مكتبة على جوجل او على اليوتيوب ويديب الاغنين اللي هو عز يسمعها لانه بيطلبها من الازاعة وده بقى اللي بيختلف فقه ما بين ازاعة الانترنت وازاعة الـ 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 يعني انا مثلا لو حبيت اكلمك عنها انت ازاعة الانترنت مثلا انت يعني يعني ازاعة الانترنت الكبيرة مثلا 500 فرد مثلا بيسمحها 1000 فرد دي ازاعة الانترنت فمسلا هو ماشي في البالة العربية مثلا في كاتب بلاي لست بيبعثها في الازاعة الانترنت ويوم يشغلوا بلاي لست لكن احنا عندنا الازاعة هو بيسمع ما هو جديد الحصري بيحب يسمع مثلا محمد شازل مثلا في برنامج كذا والنهاردة بيتكلم عن قضيك كذا او موضوع كذا فورمات برنامجه كذا فهيشغل اغنيك كذا يريد تشغلي اغنيك كذا المستمع نفسه مثلا رايح مناسبة يخطب مثلا رايح مثلا اي مناسبة عايز اسمع معا قطبته معا والدته دمت الخطوب ايه دمت الخطوبة مثلا فدي بيتخلي المستمع وانا قلت هلك في بداية القاية معاك قلت لك المستمع حتى وهو في قلب العربية هو لما بيجيب الراديو هو اختياره وليس يعني هو عايز اسمع الراديو انت عارف ان يعني فيه احصائيه طرعت من من الامم المتحدة قالك ان الراديو نسبة استماعه 85% حول العالم يعني ما زال رغاية دلوقتي الوافظ بمكانته فالراديو يعتبر كمان الراديو من اهم كمان الوسائل العالمية لانه سهل وليل في التكليفة يعني زي ارخص وسيلة تقدر توصلك المعلومة وبيواكب كمان التكنولوجيا كمان يعني انت مثلا ايه عن طريق مثلا حتى كمان دلوقتي انت ممكن تشوفي دلوقتي المزيع والضيف بتاعه جوه للستوديو عن طريقه الابليكيشن طبا فبتتبع البرنامج بتاعه وبتشوفيه غير كمان ان هو كمان بيبني عند المستمع كمان حاسة التخيل والمزيع ده بيتكلم ازاي ما هو سايف العربية مش فتح بابليكيشن بيسمع المزيع ده بتكلم ازاي وضيف بتاعه دوت بيقوله ايه طب في الفاصل دوت والاغناء شغالة هم هل هم بيأكلوا ولا بيشربوا ولا بيتكلموا في موضوع تاني مختلف او 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 بيجهزوا والله اللي جاي بعد ايه بيجهزوا اللي جاي بعد ايه او بيجهزوا اللي بعد ايه زكاة الستنائية دخل لعلام الازياء اه طبعا ما انا بقولك احنا عمليم برنامج ايه اي بالعربي بتاديم زماليتنا راق داشيمي اه 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 اطلعنا بيه اول يناير في الخريطة الجديدة اه لاينا ان الموضوع طبعا ان الزكاة الاصطناعية دوت ده حاجة مهمة جدا وانا زي ما قلت لحضرتك اني اني ان الازاعة دايما بتواكب التكنولوجيا هي اساسا بتدخل في التكنولوجيا هي يعني ايه لما تلاقي اي حاجة جديدة التكنولوجيا مطلعة تلاقي الازاعة فيها يعني لما جم تلاقي موضوع الابليكيشن دوت الازاعة عمليك نفسها ابليكيشن تقدر تشوفي صوته صورة اكيد نيك قاعدك جوا في قلب الاستوديو فطبعا طبعا موضوع الزكاة الاصطناعية دوت ده مستقبل المستقبل القادم دلوقتي فقلنا بقى نقدم البرنامج دوت ويعني نشرح يعني ايه زكاة الاصطناعية بتكلم جمهور جديد كمان بتاخد جمهور صغيرين حتى مش بس الشباب بتكتزب جمهور جديد الاقدر على استخدام الابليكيشن ده اكيد ده غير كمان موضوع كمان الزكاة الاصطناعية انت عارف كمان ان الجماعات حتى في مصر حتى وجماعات الاهلية اللي الحكومة عملتها الجديدة عاملوا فيها اقصام كتيرة جدا للزكاة الاصطناعية عشان الطلبة تقدر تخش القسم دوت وليه بمستقبل كبير جدا يعني انت عندك كم قرية زكية في مصر كل الناس فاكرة القرية الزكية بس اللي في اكتوبر لا ده في بتاعة اربعة كرة في مصر كلها شغالة بزكاة الاصطناعية ده الوقتي يعني فليها مستقبل كبير جدا في مصر طيب احنا مبسطين انت موجود معنا والنهاردة كان نعيد زعم مميز بوجودك نورتنا وشرفتنا كل سلام انت طيب كل سلام احنا كلنا طيبين وكل زماننا في 90-90 وصحابنا كمان طيبين الاعلامي مصطفى العلامي عبد الفتاح مصطفى رئيس التنفيذي للراديو 90-90 احنا انبسطنا بوجودك معنا النهاردة احنا كمان مبارلو وانا كمان ما كنت موصول معاك وابدا ما انا كنت موصول معاك يا محمد اخواتنا يعني واصدقائنا من زماني يعني تشرفنا المعروف يا رب